سؤال الحلقة اللي غادي نطرحوه اليوم عليكم مستمعاتنا هو واش نتومه معا ولا ضد انكم توضعوا واحد الاتخار خاص يكون شهري من الصالحة بتاعكم من المبلغ المالي تاعكم باش تدوبيه الحاجيات ديال المناسبات والالتزامات السنوية اللي كتخوج مرة مرة واللي هي معروفة بحل عي الكبير الدخول مدرسي العطلة بحل هاد المناسبة هادو واش نتومه معا ولا ضد قبل ما نسولوكم مستمعاتنا مستمعين نسولو المستشار والخبير المالي سي محمد الوزنة تم هاد المسألة هاك باي الجواب يا هاك محتاش نجوب نسولوك فات السؤال هاك هي في المضمون ديال السؤال هو واش إنسان يقدر يخطط المستقبال ديالو المالي حيث كتقول غادي ندير واحد العملية الدخارية يعني هاك تدير واحد تخطيط مالي لواحد المبالغ معينة الالتزامات اللي عندك هي من المفضل ومن الأحسن ومن الأشياء الأدوات اللي كتدير التدبير المالي ديالك اللي تخليك تدير تدبير المالي ديالك مزيان وتحقق لك واحد استقرار مالي لأنه استقرار مالي شخصي أو للأسري رحك يحكم على استقرار ديال الأسرة عماتها هذا كي يخليك أنك تكون فاحد الأمان مالي أمواجي واحد الدخل مدراسي لعدك يجو جونهيدات في شهر تسعود غا تخلص لاسلوك أولا بجيب العيد الكبير أتمنى أن لا تنخلص قليل العيد الكبير الأشياء علينا أن يظهر في ذلك تشعر يتمكن من تحليل الحياة ما غير مقادلة؟ نعم ربما تدير رمضان يأتي العيد كبير ما يخصونه واحد السائف المالي؟ ماهو سمعونه؟ وهذه الالتزامات في حد ترى أهداف مالية ويأخذ صندوق الدخار بعد مرات أحسن إنسان يضع ميزانية سنوية حيث تضع ميزانية سنوية في 12 شهر تكون عارف الالتزامات في شهر 9 درجة على سيرونس السيارة ودخل المدرسي الوليدات حيث ترى هذه المبالغ ربما يبانون لك دهنياً ولكن حيث يقربون حيث تدخل المدرسي الجوج أو ثلاثة الوليدات مع الصالة لا يبقى هذا التوازن المالي الذي سيجعلك عيش حيث تكون شهر مزيان لذلك ستدخل على الكريدي أو لا تلقى شيء موين لكي تخرج جرس كذلك الشهر لكي يحويش ما توقعهم الأحسن أن تستطر لهم العام كامل الدخار مستهداف والدخار مستهداف حيث يعمل الدخار مستهداف قامت بقي ونقسمه على دوزة موان علمان ونقوم بقي والدخار مستهداف لأن الكريم التوزيل لأنه يستطيع الواعد الكريم وستطيع ظاهد أي مانا من أحد تريد القيام والدخار مستهداف المناسبات والنمط المعيشي مع الأسرات والنمط المعيشي مع الأسرات هذه الأشياء تكون عارفتهم واحد ماركة جدا جدا تشوف تحط واحد المبلغ معين تأول هذه الأشياء التي نسميه نحن الطوارئ الحاجة التي لم أعطيها والتي لم يدخلها في الطوارئ ستعرف التعامل معها كميلت جمع لك هذو بثلاثة أقول لك أنت في واحد نشوة مالية اللي خلاتك غير غادي في العشوائية أي مناسبة تحط تقول لها مثلا سي محمد الوازنان يسمعون دابا ما لديهم فرصة أن يدخلوا العيد الأضحر العيد الأضحر نقول له بقى له واحد شهرين ما لديهم فرصة أن يدخلوا العيد الأضحر يسمعون دابا أما حسن لا يوجد نفس الناس لا يكون في عوانهم وكل واحد وكل يمسل في كل خصوارجة كبيرة إذا لديك إمكانية أن تدخل في هذه الشهرين حسن أنك تضع واحد دو ميل في دو ميل حسن ما تضع كاتمين سانسون دقة واحدة ومورها جيك العطلة دون كل ما الإدخار في حدات وراء وسيلة غا يوصلك له والإدخار بالنسبة لي أنا واحد العادة اللي خسأ أي واحد يكتسبها إذا لم أكتسبتها شنتا أحاول تكتسبها لوليدات كل مستقبل تابعنا في شهر الخير ورمضان كريم أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني ترجمة نانسي قنقر